تلق دعسة البابا فرانسيس صلاة التبشير الملائكي مع وفود من المؤمنين احتشدوا في ساحة القديس بوترس وقال إن قلب الله يغفر دائماً لأنه قريب وحنون وشفوق بمحبة دائمة والمغفرة هي عمل صالح وشرط أساسي لمن هو مسيحي وأشار البابا فرانسيس في كلمته إلى أن الله بذل حياته من أجلنا مصلطاً الضوء على رحمته ومن خلال مسامحة بعضنا بعضاً نستطيع أن نشهد له زارعين حياة جديدة من حولنا وأضاف الحبر الأعظم قائلاً لا يوجد رجاء وسلام خارج المغفرة فالمغفرة هي الأكسجين الذي ينقل هواء الذي لوثته الكراهية والطرياق الذي يشفي من سموم الحقد والطريق الذي ينزع فتين الغضب والشفاء أمراض القلب الكثيرة التي تلوث المجتمع